داخل نادي الأهلي وقبل يمكن ساعة وشوية يمكن ساعة ونص من بداية التمرين كل التوفيق لمسر مارسل كولر مباراة عصاب طبعا ومباراة ثقة يعني الأجهزة الفنية بالتأكيد هتشتغل المواجهة الأولى قربت مارسل كولر وقربت كاردوزو في الترجي من رسم سيناريو مواجهة مباراة العودة يعني الأمور الفنية والتيكتيكية واختيار العناصر المناسبة للتطبيق أو تنفيذ الفكر ده في الملعب مفيش فيها نقاش ودي بتاعة الموديل الفنيين ليبقى نقطتين مهمين جدا الهدوء أعتقد هيكون الهدوء لأنه أنت بتكلم على الأهلي أملوا أنه يفوز ويحقق إنجاز تاريخي أو الجيل ده يحقق إنجاز تاريخي بأنه في آخر خمس نهايات يفوز بأربع ألقاب دي حاجة ما حصلتش قبل كده ما حصلتش إنجاز بيحقق لأول مرة وفكرة أنك أنت تتحقق اللقب الاثناشر وتبتعد عن أقرب منافسيك ده في حد ذاته طبعاً لأهلي بينفس فيه نفسه الجزء الثاني الحقيقة وده اللي براهن عليه بشكل كبير لكن الترجي برضو عنده دوافع مهمة لأنه بعيد عن منصة التطبيق بقاله كتير وحاسس إنه عمره مكان أقرب فكرة إنه يتخطى سانداونز في الدور قبل النهائي ويكسب زهاب وعودة ويقدر يرجع من تونس بتعادل سلبي فهو بيحس إنه الفرصة دي يعني فرصة عزيزة جداً فرصة غالية جداً وقد لا تتكرر وبالتالي ما كانش أقرب في يوم الأيام من تحقي اللقب من مواجهة السبت القادم بشوف إنه الأكثر هدوءاً والأكثر سيطرة على عصابه أخد بالك من حتة العصاب دي بالذات بالذات وإنت بتلعب هم مدرسة مدرسة شمال أفريقي عموماً مش بكلم عن الترجي يعني مدرسة في إنه إزاي خرج لعيبة الفريق المنافس عن التركيز إزاي شتت انتباهك إزاي خليك مش حطت دماغك كلها في التسحين دي اللي إنت بتلعبه فأرجو أرجو الهدوء والثبات المفعالي ده مهم جداً 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 الدور التاني والورقة التانية ممكن تكون الورقة الأهم من وجهة نظري هالجمهور اللي هكون حاضر في الملعب إحنا كمشاهدين أو متابعين للمباراة من خلال من وراء الشاشات التليفزيون بيبقى عندنا في المتشاط اللي زي دي أنا حقيقة أنا شخصياً ببقى يعني العصاب هي قصة العصاب فأتمنى إن شاء الله أنه الأهل يرايح جماهير وبدري ويبقى يوم كده للمتعة وكارنفال كبير جداً إن شاء الله بإذن الله يليق بالتتويج بالبطولة رقم 12 إن شاء الله بإذن الله نتمنى يوم السبت يكون يوم فرحة للجماهير هاختم أخبارنا النهاردة بخبر عن بطولة كاس مصر مجلس دار الاتحاد الكرة استقر خلاص خد قرار إنه متشاط دور الـ 32 في بطولة كاس مصر الموسم الحالي هتتلعب في وجود تقنية الفيديو الـ VAR يمكن مواسم اللي قبل كده ما كانتش الخصة دي يعني بيتم تطبيقها لكن السنة دي تم الاستقرار على إنه يتم تطبيق نظام الفار في بطولة كاس بطولة كاس مصر بداية من دول الـ 32 وخصوصا إنه فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خطت نظام للتصنيف الحكام المصريين يعني حدد فيه مجموعة معينة من حكام هتبقى مسؤوليتها إدارة متشاط الكاس وكل الحكام دول حصلون على رخصة الـ VAR أو الفيديو أسيستانت ريفري وبالتالي حيتم تطبيق تقنية الفار وحكم الفيديو المساعد في بطولة كاس مصر بداية من دول الـ 32 وخلينا فكركم كده بالمتشاط اللي هتبدأ إن شاء الله من يوم 28 دول الـ 32 عندنا السيراميكا مع مكادي وسموحة مع لفيينة وزاد مع الدخلية دول هيلعبوا يوم الثلاثة 28 مايو الحالي عندنا المأولين مع الترسانة وطلع الجيش مع بور فؤاد والأهلي مع الألومينيوم يوم الثلاثة 29 مايو والمصري مع جمهورة شبين والزمالك مع بروكسي والإسماعيلي مع القناة ده هيكون يوم الثلاثين مايو أما مطشاط البنك الأهلي مع بيترو جات وبلدية المحلة مع الجونة وبيريمتز مع النصر والاتحاد مع أبو إيل الأسمدة هتتلعب يوم الجمعة 31 مايو فرقه مع الوسطى وإمبي مع النجوم وفيوتشر مع بترول أسيوت يوم السبت 1 يونيو وبكده تكون خلصة مطشاط دول 32 في كاس مصر النهاردة مباراة مهمة جدا جدا تبدأ الساعة 8 ان شاء الله بعد انتهى البرنامج مباراة الأهلي والزمالك في كورة اليد حاسمة بشكل كبير جدا وتقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا إن لم تكن تحسن بالفعل المطش الساعة 9 المطش النهاردة الساعة 9 مباراة الأهلي والزمالك في كورة اليد ومباراة تقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من حسم وبطولة دول السوبر المصري يتمنى التوفير إن شاء الله لعملقة الأهلي إن شاء الله في كورة اليد زي ما فرحونا كتير وزي ما حققوا لقب السوبر الأفريقي يكون ليهم اليد العليا النهاردة في اللقاء فاصل ونتكلم أكتر عن مغارات الترجي القادمة مع ضيفي فيه السادسة النهاردة المحل الفني نادر شباني شكرا